تحت رعاية النائب العامة الدكتور علي بن فضل البعينين عقدت نيابة العامة ورشة عمل دولي عبر الاتصال مرئي بعنوان أفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال هذه الورشة بدأت فعالياتها اليوم وتستمر على مدر يومين بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من السفراء لدى مملكة البحرين وبمشاركة لفيف من القضاة وأعضاء نيابة العامة والخبراء الدوليين خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين تم تأكيد أهميتها خلال افتتاح ورشة العمل الدولية عبر الاتصال المرئي والتي حملت عنوان آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال خلال هذه الورشة أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل بوعينين أهميتها من أجل الوصول إلى تطبيق فعال لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يعد تشريعا نموذجيا ذو بعد إنساني في معاملة الطفل جنائيا وتعزيز حمايته قانون نفس العدالة الإصلاحية للأطفال هو منجز كبير للبحرين في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الاهتمام بالرعاية بالطفل فتقيير أولا سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة هو ممكن من أهم الأمور التي صدرت مقلالها للقانون والأهم هو مراجعة هذه الأحكام من قبل لجنة قضائية فجميع الأحكام التي صدرت من كان دون 18 سنة من العمر أثناء ارتكابها للجريمة حتى وأن بلغ الآن 20 أو 25 أو حتى 30 تتم مراجعتها من قبل لجنة فالقانون هذه أعطى بعد جديد للمفهوم الإنساني للقانون بحيث أن تطبيق روح القانون أكثر من نصر القانون نفسه فهذا سند للنيابة العامة وسند للعدالة وأعتقد أنها سيكون لها انعكاسات كبيرة جدا على المستوى العالمي نهج إنساني خطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ميز مملكة البحرين في احترام الحقوق والحريات العامة وجعل مصلحة الطفل هي الأولوية دائما جاء هذا القانون ليرسخ المبادئ الدولية التي تب منها المعاهدات الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اتفاقية حقوق الطفل كما جاء تحديدا هذا القانون اللي يرسخ ما نص عليه دستور مملكة البحرين من مبادئ وتحديدا ما جاء به في المادة الخامسة بأن الأسرة هي أساس المجتمع فهنيئا إلى مملكة البحرين صدور هذا القانون أهم التعديلات اللي سنها القانون هو نفي المسؤولية الجنائية عن الأطفال من يتجاوز سن الخامسة عشر وذلك في حال ارتكابه أي جناية أو جنحة أو سلوك خاطئ من قبله فلن يكون مجرما بالمفهوم التقليدي وإنما يعتبر معرضا الخطر على نحو يستوجب حمايته ومساعدته لعادة التأهير والدمج في المجتمع مرة أخرى فأطفال البحرين هم سواعد الوطن وهم بنات المستقبل خلال هذه الورشة تناول المتحدثون من الخبراء الدوليين والأكاديميين وعضاء السلطة القضائية عدة محاور قانونية وتطبيقية تتصل بالمعاملة الجنائية وتوفير الحماية للأطفال وخطط التنسيق في هذا الشأن بين الجهات المعنية تناولت الورشة استعراض لجهود مملكة البحرين في تطوير منظومات التشريعية والقضائية في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق الإسراء والطفل على وجه الخصوص والتي تكللت بصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وتم القاءة الضوء على آليات تطبيق هذه القانون والتي استحدثت من كينات للطبيعة قضائية واجتماعية لخدمة مصالح الطفل الفضلة وكيفية تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها فضلا عن منجزات نيابة الإسراء والطفل وبحث دور الخبراء ومعاونتهم للقضاء لاختيار التدبير أو العقوبة لاتفق وأحكام القانون لمحاكمة الطفل جنائيا وتعد هذه الورشة إحدى الفعاليات التي تنظمها النيابة العامة منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في مطلع العام الجري لغرض تعزيز القدرات وتوحيد الجهود وصولا إلى تطبيق فعال للقانون يحقق مقاصده في معاملة الطفل وحمايته إضافة نوعية في سلم التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبناها مملكة البحرين أكدت اهتمام المملكة للمضي قدما في صمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخصوصا حقوق الطفل شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين